حرب الدبابات تشعل سباقا مع الوقت في أوساط الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا للتصدي للمد الروسي المستمر دبابات تقول روسيا أنها لن تغير شيئا في مسار الحرب في حين تراهن كييف وخلفاؤها على الدعم القوي الذي ظهر من قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ولو غاب عنه اتفاق بشأن دبابات ليوفارد وإبرانس وبعيدا من تفصيل الدبابات للاجتماع في ألمانيا رسالة أخرى لروسيا تتجسد في حجم الحدث حيث توافق وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ونظراؤهم من نحو خمسين دولة على دعم واستمرار دعم أوكرانيا بالأسلحة هذا الدعم دعت واشنطن إلى عدم التباطئ به لأن موسكو تحشد جيشها وأوكرانيا تستعد لهجوم المضاد فهل ينجح رهانو كييف على الدعم الغربي وكيف يرد الجانب الروسي على اجتماع رامشتاين لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي رولاند بيجاموف معنا من برلين الخبيرة في الشؤون الأوروبية نجاد عبدالحق ومن واشنطن معنا أيضا مساعد وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس باراك أوباما جويل روبين مرحبا بالجميع دكتور بيجاموف مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار بعيدا عن جزئية الدبابات سنتحدث عنها بعد قليل ولكن لو نظرنا إلى الصورة الأشمل الصورة التي تصل إلى موسكو من هذا الاجتماع هذا التحالف الضخم الذي تمكنت الولايات المتحدة وحلفاء الغربيون من جمعه لدعم أوكرانيا لا شك أنها صورة تثير المخاوف والقلق في موسكو كيف تشعر موسكو إزاء هذا الحجد برأيك مساء الخير تحية لك ولي ديفيك الكريمين ولي المشاهدين بلا شك موسكو تراقب عن كل هذه التطورات عن الكتب حتى الآن لدينا التسريخ من قبل المتحدث باسم الرئيس بوتين السيد بيسكوف قال مرة أخرى كرر أنه مثل هذه الإرسالات الإرسالات يعني تودي فقط إلى موسطة الحرب ولكن في حقيقة الأمر بالفعل هذه المساعدات تلأب دورا وربما هناك بعض أنواع من الأسلخة التي يتحدثون أنها الخبراء الإسكريين مثل بعض أنواع من القنابل يطلق عليها اسمها القنابل النطاطة وغيرها من الأنواع الأسلخة ولكن بشكل عام أنا شخصيا ألاحظ أن هناك نوع من التفاعل حضر في روسيا فيما يتعلق هذا اللقاء لأن الجميع كان يتوقع مثلا التوصل إلى التوافق فيما يتعلق إرسال دبابات ليوبرد وغيرها من الأمور ولكن النقطة الحصاصة التي كانت حتى اليوم الخديث يدور عن إرسال دبابات بريطانية ويبدو أن روس فهموا ما هي الخطة الغربية الغرب لا يستعجل خاليا سيصاعد أوكرانيا بمزيد من المساعدات الأسكرية المساعدات الأسكرية حتى الآن المساعدات المباشرة تشكل 48.5 مليار دولار هذا عبارة 95% من الميزانية الأسكرية الروسية وإذا أخذنا جميع المبلغ الكامل من المساعدات الغربية للدولة الأوكرانية حتى اليوم هو يزيد بـ 2.7 مرة عن ميزانية الدولة الأوكرانية كلها إذن سيتم تزويد مزيد من الأسلحة لأوكرانيا وهذا قبيل يبدو أن هناك الخطة لبدي الهجوم الأوكراني في أرابيا في شهر مايو تقريبا والآن لدي حلف الناطو نافذة الإمكانات يجب أن يستفد الحلف منها ونفس الشيء فيما يتعلق روسيا روسيا لديها الآن الفرصة الانتقال إلى الأعمال القتالية واصية النطاق كما لاحزنا اليوم في الجبخة الجنوبية في زابروجيا وكل الطرفين يراحلاني على الحل الأسكري في أعتقادك طيب سنعود إلى التحركات الميدانية ربما بعد قليل دكتورة نجات مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش الأنظار كلها هاليومين على ألمانيا البعض يعتبرها البطة الصوداء في هذا التحالف إذا جاز التعبير مع أن ألمانيا بالمناسبة تقدم الكثير والكثير من الدعم لأوكرانيا هي أيضا منطقة لتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الكثير من هذه الأنظمة وبالتالي دور ألمانيا دور أساسي في هذا الجهد العسكري ولكن تبقى مسألة الدبابات الدبابات دبابات ليوبار أثارت الكثير من النقاش في الأيام القليلة الماضية لماذا تتردد ألمانيا في اتخاذ قرار بهذا الشأن؟ هل ألمانيا يقولون نحن بحاجة إلى توافق الحلفاء وكل هذه الأمور ولم نقرر بعد ما الذي تنتظره ألمانيا تحديدا ومما تخشى؟ مساء الخير مهند وأهلا بالأساتد الكرام في موسكو وواشنطن والمشاهدين الكرام أعتقد أن ألمانيا في حالة منذ بداية الحرب الأوكرانية هي في حالة أكثر حرجا من الدول الثانية بسبب الاعتماد الكبير على الطاقة الروسية بسبب العلاقات الوثيقة رغم أنها كانت تشوبها بعض الشوائب ولكن فعلا ألمانيا كانت عندها علاقات قوية مع روسيا وأيضا مع أوكرانيا ما يخص بالذات اليوم يعني أنا برأيي وأود أن أسمع رأيي الأستاذ جوال في واشنطن برأيي أن اليوم كان أكثر يوما واضحا منذ بداية الحرب الأوكرانية أن ألمانيا تقول لحلفائها ولولايات المتحدة الأمريكية لن أمشي بدعم الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا لوحدي لأن قد يكون لذلك يعني ما نسميه يعني ردود أفعال أو يعني تحركات بجانب معين وأنا لن أتحمل هذه المسؤولية لوحدي إذا تابعنا اليوم خطاب وزير الدفاع الألماني الجديد يعني حقيقة أنه هو طازة لأنه ليس له 48 ساعة في منصبه والنقاش الذي كان في الأعلام الألماني حول لا أريد أن أسميها تسريبات ولكن حول تسريحات من أولف شولز في حديث مع الأمريكان يقول سنقدم ليوبر إذا قدمتم أبرام وإذا لم تقدم أبرام لن نقدم ليوبر ولكن شولز لم ينفي ولم يؤكد حول هذا الحديث وهذه التسريحات ترك الموضوع معلقا كل ما يحدث الآن يرينا بأن ألمانيا كانت واضحة جدا اليوم أنا لا أعتقد أن هذا تردد إنما هو خط واضح لن ندخل في هذا العمق من السلاح إلى أوكرانيا إذا لم تشاركون المسؤولية وتبعاتها وأعتقد أن هذا مهم جدا لأن كما نعلم ألمانيا يعني الحدود أو أكثر مدينة في غرب ألمانيا آخر هي أبعد إلى برلين من ليووف التي هي غرب أوكرانيا يعني جغرافيا نحن نتكلم عن عدد كيلومترات أصغر من ألمانيا نفسها إذا كنا نتكلم عن الحدود الأوكرانية الألمانية بولندا فقط تفصل بينهما وبين برلين والألمانيا يدركون جدية الروس في ردود الأفعال يعني ما حدث منذ الحرب الأوكرانية أثبت بأن الروس مستعدين يعني أنا لا أريد أن أرسم سيناريو سيناريوهات سوداء ولكن أنا من وجهة نظري أن ألمانيا اليوم كانت واضحة جدا لن نتقدم خطوة بأسلحة ثقيلة دون وجودكم معنا ودون مسؤوليتكم أيضا ما يخص التبعات ولكن الحديث عن خلافات جذرية دكتور نجات والحديث على أن ألمانيا في جهة وباقي الدول في جهة أخرى أعتقد هذا مبالغ فيه إلى حد كبير أنا أعتقد أنه مبالغ فيه واسمح لي الآن حقيقة ليس دفاعا عن ألمانيا أنا ناقد جدا لهذا البلد الذي يعيش فيه منذ سنوات عديدة ولكن يعني تصريحات وزير دفاع مثل إسطونيا وليتوينيا ولاتفيا أو بولندا مع كل الحب والإحترام لهذه الدول أنتم لا تستطيعون الدفاع عن أوروبا أو الحم مسؤولية أوروبا لا اقتصاديين ولا سياسيين ولا دفاعين إذا حصل شيء فلأ يعني بس هذه الدول خايفة على نفسها دكتور نجات في نهاية المطارق خايفة على نفسها بس الضلم تعتقد بأنها ستكون الدول التالية بعد أوروبا ومن هنا يأتي هذا الحرص نحن نتفهم ذلك ولكن هو يعني أنا أرى أنه ليس التحريد ولكن نوع من المبالغة في انتقاد الموقف الألماني وعدم تفهمه بأن ألمانيا تقول حتى قانونيا نحن ممكن أن نضع نفسنا في مأزق نحن في غنى عنه ونحن غير معنيين بالتصعيد وأعتقد أن هذا كانت منذ البداية رغم رفع الميزانية الدفاع منذ رغم دعم أوكرانيا بشكل كبير وجود زلينسكي في البرلمان الألماني طبعا عبر الفيديو الحديث الحديث ولكن هناك تبعات لتدخل أطخم وألمانيا لا تريد أن تكون هي رأس الحرب في هذا الحراك طيب سيد جويل روبين مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش من واشنطن أود أن ترد على بعض النقاط التي طرحتها الدكتور النجات خاصة فيما يتعلق بقدم إبرامز نقدم ليوبارد وكل هذه الأمور أولا اليوم أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يجب أن نشدد على هذه المسألة أن ألمانيا حليف موثوق به وألمانيا تقدم الكثير في هذا المجهود العسكري ولكن يبقى هناك خلاف وهو خلاف أساسي على تقديم المعدات الثقيلة هل برأيك ستصل المسألة إلى أن الولايات المتحدة ستجد نفسها مضطرة لتقديم دبابات M1 إبرامز بمقابل تقديم ألمانيا لدبابات ليوبارد هل هذا ما ستصل إليه الأمور برأيك مهند من دواعي سروري أن أكون معك ومع زميلي هذا الوضع الآن والمحادثات بشأن الدبابات بكل تأكيد تذكرنا مثلا بأحداث أخرى رأيناها في العام الماضي حيث رأينا جدلا بين الحلفاء الجدل بشأن الطائرات مثلا التي تقدم إلى القوات الأوكرانية الجوية ولم يحدث ذلك من قبل بولندا أو مثلا نظام سويفت المالي والجدل بشأن طرد روسيا من النظام والذي الرئيس بايدن تحدث وقال بأن أوروبا تراجعت عنه ثم أوروبا دعمت طرد روسيا من نظام سويفت إذن هذه إحدى لحظات تلك اللحظات الخلافية ولكن سؤالك بشأن الصورة الكبيرة الدبابات نعم ضرورية لأوكرانيا ليس فقط للبقاء ولكن أيضا لتغيير ديناميكية الحرب في الشرق بطريقة توقف فيها روسيا غزوها إذن قضية الدبابات ومن يقدمها أولا من يخطو الخطوة الأولى هذه هي النقطة المحورية الآن والولايات المتحدة فقط اليوم مثلا كانت هناك حزمة مساعدات أعلنت والعديد منها أيضا آت الولايات المتحدة لن تقف وتعمل لا شيء وترى الغزو الروسي يأتي من الشرق بينما الدبابات يمكن أن تساعد الأوكرانيين في دفع ذلك الهجوم أما في هذه النقطة أود أن أذكر بولندا والدول الأخرى في المنطقة بكل التأكيد أظن بأنها قد خاب أملها في ألمانيا فألمانيا لديها التزام أخلاقي لأن تساعد أوكرانيا بقوة فيبدو بأنهم طبعا لا يريدون أن ينجر إلى ذلك والمخاوف بشأن الخطوط الحمر الروسية يظهر بأنها خطوط تم تجاوزها إذن ألمانيا تبدو بطيئة ولكن أعتقد بأنه سيكون هناك تقدم وسنرى الدبابات تقدم إلى أوكرانيا وهذا ما أعربت عنه بولندا وزير الدفاع البولندي يقول في نية المطاف الحلفاء سيتفقون على تقديم هذه الدبابات لأوكرانيا سننتظر لنرى ولكن ما رأيك في النقطة التي أثرتها الدكتورة نجات بأن ألمانيا لا تريد تحمل المسؤولية وحدها تريد أن ترى باقي الشركاء باقي الحلفاء يتحملون أيضا الأجزاء المترتبة عليهم من هذه المسؤولية مسؤولية تقديم أسلحة ثقيلة في ميدان المعركة اليوم ما رأيك في ذلك مخاطر إرسال طبعا هذه الأسلحة هذه قضية قد ولت ليس هناك أي أحد لوحده هناك العشرات من الدول في أوروبا وفي العالم التي تقدم الدعم لأوكرانيا وهذا مستوى فقط من أنظمة السلاح التي تحتاج إليها أوكرانيا ولكن ألمانيا ليست لوحدها هناك الدعم الأمريكي والدعم الناتو وهناك كل الغطاء السياسي الذي يغطيهم القضية تتعلق فقط باتخاذ القرار ولكن نعم ألمانيا ربما إلى درجة ما ولأسباب تاريخية ربما تخشى من أن ينظر إليها بأنها تتحرك أو أنها تنخرط مباشرة في حرب في أوروبا طبعا ألمانيا طبعا قد أحدثت أكبر وأسوأ حرب عالمية في تاريخ البشرية الحرب العالمية الثانية حيث الملايين من الناس قتلوا إذن هناك أسباب لفهم نفسية الألمان ولكن في المدى القصير ألمانيا لديها العديد من الحلفاء والعديد من الدول منخرطون في هذا الصراع وهم مع أوكرانيا ألافت أيضا في كل هذه المسألة أن هناك دول لم يكن أحد يتصور في يوم من الأيام أنها ستنخرط في هذا الجهد الحربي نتحدث عن فنلندا هولندا الدنمارك دول كنا نعتبرها دائما دول الحياد ودول عدم التدخل وكل هذه الأمور ولكن هذه الدول منخرطة بشكل مباشر الآن في هذا المجهود الحربي أعود إليك دكتور بيجاموف وموقف روسيا أحيانا نسمع مواقف حقيقة تبدو متناقضة من موسكو موسكو تقول هذه الدبابات لا تقدم ولن تؤخر ولن تؤثر على سير المعارك من وجهة نظر أخرى أو من الجانب الآخر روسيا أحيانا تقول نحن نحذر الغرب من تقديم المزيد من المعدات الثقيلة لأوكرانيا هل موسكو تخشى أم لا تخشى تقديم مثل هذه المعدات أستاذ محمد وهو طبعا موسكو تخشى أي واحد الذي يحارب مثل هذه الحرب ويواجهه والتحالف الدولي لازم أن يخشى لأن إذا ما خشى هذا يدل على غباوت والأفو ولكن أنا أعتقد أيضا أن القرارات التي تتخذ في مثل هذه اللقاء في رامشتين مثلا اليوم وفي موسكو أيضا يجب أن تكون هناك قرارات استراتيجية الأسكرية لا رغم كل هذه الأصفة الإعلامية ولكن أنا شخصيا متأقد أنه قرار مثلا إرسال الدبابات إلى أوكرانيا كان من السابق ليوانيه يتخذها اليوم لأن الواقع يقول أن أولا للانتقال إلى الهجوم لتنفيذ العملية الحجومية الناجحة الجيش الأوكراني يحتاج تخشيد لا أقل من 75 ألف جندي ومزيد من الدبابات ممكن 300 دبابة وأكثر من ذلك لا أعتقد أن 30 دبابة تشيلنجر ستلعب هناك دورا ألما بأن هذه الدبابات مثلا لديها مصورة خلزونية ولا يمكن استخدام القنابل من الدبابات الأخرى مثلا دبابات أبرامس في تشيلنجر وغيرها من الأمور ووزن هذه الدبابات أبرامس كذلك وليوبارت وشيلنجر من 65 تون إلى 75 تون هذا الكثير من الجسور في أوكرانيا لوجستيا لا تستطيع أن تابروا هذه الدبابات هناك صعوبات أخرى مثلا الصيانة هذه لقطة أساسية دكتور في جمو وغيرها من الأمور فلذلك لم يتخذ هذا القرار هذه نقطة أساسية لأن الكثير من الخبراء العسكريين يعني يحذرون من تنويع هذه الأنظمة هذه المنصات كما تسمى بالعلم العسكري أن تستخدم أبرامس وليوبار وبرادلي وسترايكر وكل هذه المركبات التي تأتي من خلفيات مختلفة تكنولوجيات مختلفة عمليات صيانة وإمداد مختلفة قد تخلق نوع من الإرباك في الميدان دكتور بيجاموف ما رأيك في هذه النقطة أكيد أكيد هو رأي الكثير من الخبراء وبالفعل يخدث ذلك ونحن نعرف أن الجيش الأوكراني غالبية الأسلخة الأوكرانية هي السوفيتية الصنعة والأسلخة السوفيتية الصنعة التي كانت في الدول الخلف الشرقي السابقة مثل بولندا وغيرها قد استنفذت الترسانة كلها ولذلك المسؤولون الأوكرانيون يطلبون مزيد من الأسلحة مزيد من الدبابات ويطلبون في مستقبل وسيطلبون ويمكن سينفذ طلبهم إرسال الطيرات المقاتلة لأوكرانيا هذا أيضا سيحدث ولكن ليس كذلك لأن هناك الموقف المحللين المدنيين إذا طرح التعبير غير الأسكريين هو يختلف مثلا ينتقدون السيد شولز ولكن يتجهلون الحقيقة أن اليوم النطق باسم الحكومة الألمانية شرح جميع النقاط وأوضح النقاط السياسة الألمانية الداخلية فيما يتعلق هذا الموقف ويجب الاستماع إلى موقف الحكومة الرسمي الموقف الألماني بالفعل موقف مسؤول وأوكلاني وألمانيا تتصرف ببطع وبخضر ولكن هذا ليس حبا لروسيا أو غيرها من الأمور الأطفية التي يدور الحديث أنحى ولذلك أنا واثق لدي يقين راصخ إذا كانت لدي الغرب اليوم الفرص الأسكرية الاستراتيجية متوفرة لتزويد أوكرانيا بالأصل هلا كان قادة الغرب ووزارات الدفاع اتخذوا هذا القرار ولكن لم يخدث ذلك لأن من السابق لأوانه هذا بالنسبة للطرف الألماني اتخاذ من مثل هذا القرار لأن الأوامل الوضع غير مريح حاليا لذلك في المقابل البعض أي تباطئ في هذه المسألة سيكون له إعكاسات سلبية مباشرة وفورية على الجانب الأوكراني دكتورة نجات هل هناك نوع من الروية نوع من البطء في اتخاذ القرار في ألمانيا فيما يتعلق بهذه المسألة لأن الحلفاء الغربيون يقولون الوقت ليس في صالحنا الرئيس زيلنسكي قال اليوم يجب أن نجعل الوقت سلاحا في أيدينا في صالحنا هل الموقف الألماني يعيق هذه المسألة يعني ممكن أن نرى ذلك من زاويتين الزاوية الأولى أن الموقف الألماني يعيق هذا التقدم يعني وهناك بعض الدول على رأسها بولندا وأعتقد أيضا أوكرانيا يرون ذلك ولكن الزاوية الثانية أن ذلك يخفف التصعيد المحتمل يعني من ناحية هناك نقاش حول أهمية أن تسيطر أوكرانيا على المناطق التي ينسح منها الجيش الروسي أو التي تهزم فيها الجيش الروسي في الشرق هناك شد وجذب ولكن من ناحية ثانية أن أي تصعيد عال في الحرب له أثار سلبية أيضا على أوكرانيا ويمكن أن نرى ذلك من هاتين الزاويتين التأني الألماني يعني يحتوي على عدم الاندفاع الشديد لأنه على سبيل المثال إذا أخرنا سيناريو أن الحلفاء الذين عندهم دبابات ليوبارد بغض النظر عن القضايا التي ترحتها في سؤالك للأستاذ بيجامو حول أنه الأسلحة لكن ليوبارد وجود لدى بولندا لدى إسبانيا لدى سلوفيكيا ويمكن تقديمها إلى أوكرانيا في حال وافقت ألمانيا لهذه الدبابات نعم يعني في حال وافقت وقد توافق ألمانيا بطريقة غير مباشرة دون تصريح مباشر أنا هذا ما أعتقده سيحصل في أيام القادمة ولكن قطع الغيار لهذه الدبابات يجب أن تخرج من ألمانيا وهنا سنأتي في موضلة جديدة هل ستأخذ ألمانيا قرار بإعطاء قطع الغيار أم سيكون فترة لكسب الوقت بجانب المواد التي تحتاجها يعني الديزل المعين التي يحتاجون إليها حتى تتحرك فوصيل هذه الدبابات تشتغل على الديزل دبابات الإبرامز مشكلة أنها تحتاج إلى وقود طائرات وهذه مشكلة وهي يعني تحرق وقود بشكل كبير أعتقد جالون لكل ثلاثة مايل أو شيء من هذا النوع وبالتالي مسألة لوجستية يعني معضلة كبيرة تزويد وإيصال هذه الدبابات بأمان إلى أوكرانيا أعتقد أنه أيضا تحدي كبير جدا يعني هناك الجانب السياسي القرار السياسي الدعم وإلى آخره هناك الجانب اللوجستي الذي كلما دخلنا في التفاصيل يعني أنا عندما تبعت كل هذه التفاصيل منذ الأمس واليوم تفاجأت بكل هذه التعقيدات يعني كيف سيتم إيصال ذلك أيضا منها إيصالة دبابات إيبرام إلى أوكرانيا لذلك أعتقد أن الموقف الألماني هو أكتر موقف تأني وعلى الأغلب أمل أن الجانب الروسي أيضا سيخفف وطأة الحرب أو سيتراجع بعض الشيء لألحد هذه الأزمة يعني اسمح لي أن أذكر أيضا إلى الجانب يعني بجانب الأحداث العسكرية ما يحدث من أزمة غزائية ما يحدث من ارتفاع أسعار الطاقة وتدفق اللاجئين والمسؤوليات التي أو التبعات لهذه الحرب في العالم وطأها قوي جدا في أوروبا يعني قد يبدو وطأها أقوى في أوروبا من أي دول ثانية حتى ألمانيا يعني الدولة الغنية ذات الشعب المستقر ماديا أسعار الكهرباء والطاقة تخرج عن السيطرة بشكل كبير وهناك أيضا قلق حكومي من خروج الشعوب إلى الشوارع والاحتجاج وتشكيل أزمات داخلية يعني نحن نتحدث عن الدبابات عن أوكرانيا عن الحرب ولكن هناك أيضا قضايا للسياسة الداخلية التي أيضا تهم الوزراء والحكومة الألمانية وشولز يتميز يعني بالبداية كنا نسخر منه لكن الآن يتميز قدرته على الصمت وعدم توضيح الأمور يساعده في المناورة كل مرة بغض النظر كان الشأن داخلي أم خارجي جيد سيد روبين في واشنطن يعني هناك على ما يبدو يعني توجه إلى حد ما لمسنا من تصريحات المسؤولين العسكريين الأمريكيين بأنه صحيح هم يريدون تزويد أوكرانيا بكل هذه المعدات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها ولكن الأمور لم تصل لمرحلة السماح لأوكرانيا بتحقيق نصر في هذه الحرب يعني سمعنا اليوم من بعض المسؤولين الأمريكيين بأنه على الأوكران أن يؤجلوا الهجوم الكبير الذي يتحدثون عنه اليوم الجنرال مارك ميلي يتحدث سيكون من الصعب جدا دحر روسيا من الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا خلال هذا العام هل الخطة أو التوجه الآن لدى الولايات المتحدة خاصة هي المحافظة على استقرار الجبهات وعدم السماح لروسيا بالتوسع أكثر هل هذا هو التوجه الذي تلمس من تصريحات المسؤولين الأمريكيين اليوم إنه سؤال وجيه جدا وخلال العام الماضي كله إدارة بايدن كانت حذيرة جدا بأن توزن تزن بين دعمها العسكري لأوكرانيا بناء على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ومساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادة أو وحدة أراضيها ولكن لا تبتعد كثيرا لتستفز ردا قويا روسيا والهدف الرئيسي هو محاولة إيجاد طريق ليفهم الرئيس بوتين بأنه لا يمكن أن يحقق أهدافه عسكريا وأن عليه أن يوقف هذه الحرب ويتوصل إلى مفاوضات أو نتيجة كحل لهذه الحرب هذا خيار فلاديمير بوتين الآن إدارة بايدن لا تبدو متفائلة بشأن هذا التفكير الذي سيأتي ربما من بوتين هي لا ترى أن بوتين يمكن أن يتخذ هذا القرار ولكن إلى أن يحين ذلك الوقت فسيستمر الدعم العسكري وهناك أمر مهم جدا وهو أن القلق هو أن روسيا ربما على مقربة من شن هجوم عنيف في أوكرانيا والذي سيكون مثيرا جدا للقلق فسيد بيرنز مدير السي آي آي كان في كييف قبل أسبوعين وتحدث عن هذا وكان قلقا بأن روسيا ربما ستقود حملة هجومية كبيرة إذن لماذا الآن هم يتحدثون عن الدبابات وغيرها وطبعا هذا ولكن واشنطن تريد كما قلت أن تدعم أوكرانيا ولكن لا تبتعد حتى يكون هناك رد كارثي من بوتين وحتى تفهم أيضا بوتين بأن عليه أن يوقف هذا الغزو وأن يكون هناك مفاوضات وحل ووقف لهذه الحرب دكتور بيجاموف ما رأيك في هذه النقطة مسألة أنه الغرب صحيح يريد دعم أوكرانيا ولكن لا يريد أن تصل الأمور إلى تحرك عسكري يثير يعني يستفز الرئيس بوتين ويدفعه إلى شيء أكبر من ذلك هل هذا ما نلمس من توجهات غربية وعلى أقل هل هذا ما تشعر به موسكو الآن موسكو تشعر بأن الغرب مهتم بمواصلة هذه الحرب لأن مواصلة الحرب بوتيرتها الحالية أو بوتيرة أعلى من ذلك لا كنت بوطير حالية يعني الغرب يعني يطبق هذه الطبخة على النار هادية لا يستعجل من ناحية أخرى أنا استطيع أن أقول أن بوتين كان جاهز وربما جاهز حتى الآن للحلول السلمية الموقف الروسي معروف وكانت هناك مفاوضات في رأي من وجهة نظر بوتين أعطى في ذلك الوقت في مايو الشهر الماضي في اسطنبول الفرصة لموسكرة السلام في روسيا للحمام في روسيا لإجراء هذه المفاوضات وقدمت هناك تنازلات حيلة فيما يتعلق مثلا شبق جزيرة القرم تعليق وضوها السياسي لمدة 15 أمن وساعدها لم يكن يجري أي حديث مثلا زبروجيا وخيرسون وغيرها من المناطق فقط تحل مشكلة دونباس ولا كانت أمور تنتحي باتفاقية مينسك الثالثة ولكن للأسف الشديد الغرب وفقا للرواية الروسية اتخذ مصار آخر وضغط على القيادة الأوكرانية وتغيرت الأمور والآن فقط الخلول الأسكرية هي صايدة اليوم للأسف الشديد ولا في داووس ولا في رامشتاين أيوم لم نسمع صوت تواحد يقول أنه يجب الأوداء المفاوضات إلى المصار الدبلوماسي ربما أيضا من السابق لأواني هي الخديث أن المصار الدبلوماسي في مثل هذه الظروف عندما الخلول الأسكرية صايدة هنا وهناك طيب لدي دقيقتين سأعطي الدكتورة نجات دقيقة والسيد روبن دقيقة اليوم الأميرال روب باور رئيس الهيئة العسكرية في حلف شمال الأطلس يقول تقديم الأسلحة الآن لن يكلفنا سوى المال لكن التكلفة ستكون أعلى بكثير لنا جميعا إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب هل هذا هل هذه نظرة ألمانيا دكتورة نجات إلى هذه المسألة بأنه المسألة بهذه الدرجة من الخطورة نعم يعني بالنسبة لألمانيا المسألة خطيرة جدا علينا لا ننسى أن أوروبا يعني ليس القطلواني إنما أوروبا أجمعها لم تخط حرب منذ الحرب العالمية الثانية حرب البلقان كانت حرب كارثية ولكنها كانت صغيرة نسبيا ليس بأثار كبيرة على الدولة ولكن أوكرانيا وضع مختلف كليا أعتقد أن السياسة هو نعم نحن ندعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ولكن لا نستطيع تحمل دعم أوكرانيا أن تقوم هي بهجوم معين باتجاه روسيا وبنفس الوقت لا نستطيع التراجع يعني هو مواقف تقدم ولكن بشكل بطيء عدم التراجع والوصول إلى حلول السيد بيجاموذ ذكر بأن موضوع المفاوضات لم يعد قائما مع أنه قبل أهمية الوصول إلى اتفاق وحل هذه الأزمة ولكن أعتقد أن ذلك لن يحصل قبل الربيع ولن يحصل قبل الحسم العسكري يعني هل لست خبيرة عسكرية ولكن التاريخ والسياسة أثبت بأن المعركة يعني السلام يبدأ على أرض المعركة ثم ينتقل إلى الفاوضات صحيح ولكن طبعا عملية الحسم دكتورة نجات كما تعلمين جيدا صعبة على الطرفين كما يعني من وجهة نظر الكثيرين في هذه المرحلة سيد روبين ما رأيك هل واشنطن مستعدة إلى الذهاب إلى نهاية المطاف حتى ترى أوكرانيا تستعيد أراضيها في نهاية المسألة أعتقد أن واشنطن واضحة جدا هذا كان خيارا روسيا بوتين اختار غزو أوكرانيا واختار أيضا أن يضم أراضي إلى روسيا وقال إنها تعود لروسيا نحن في الولايات المتحدة ندافع عن حليفتنا الديمقراطية أوكرانيا وندافع عن سيادة أوكرانيا والمجتمع الدولي يدعم ذلك الهدف إذن واشنطن ستدعم أوكرانيا حتى تقرر أوكرانيا أنها حققت أهدافها في المحافظة على سيادة أراضيها شكرا جزيلا نعم شكرا جزيلا لك جول روبين اسمح لي على المقاطعة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس باراك أوباما كان معنا من واشنطن أشكر ضيفتنا من برلين الدكتورة نجاة عبدالقاق الخبيرة في الشؤون الأوروبية وأشكر ضيفنا من موسكو الدكتور رولاند فيجاموف الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم جميعا